أنت وطني حاجة على ميتلند أنه هيبقى فرصة لإمام عشور أن يأخذ خطوة بعد كده طيب هو ميتلند من الأندية المعروف عنها أن هي بتهتم بتنمية المواهب وإعادة بيعها وتسويقها طلع أكتر من اللعيب للدوري الإنجليزي أو الدوريات الأوروبية الكبيرة زي الدوري الألماني مثلا ما فيش اللعيبة بالأرقام الكبيرة يعني مش منكلم مثلا على بنفيكة بس منكلم على نادي عنده الفكر ده وعنده فكر إعادة البيع فلو حصل أن خلاص تم الاتفاق مع نادي الزمالك أكيد ممكن بالنسبة كبيرة عاوني نشوف نسبة إعادة بيع لإمام عشور دي هتبقى مهمة جدا بالنسبة لإنجليزي زمالك لو حيستفيد وأشوف المال ده رقم كبير طبعا كبير كبير جدا وبتفرق كمان في الانتقالات للدوريات الأوروبية الأكبر ده رقم واحد رقم اتنين هو مالك النادي هو اسمه ماثيو بينهم ده هو مالك برانفورد وبرانفورد ليهم قصة كبيرة جدا مع Data Science ومالك Data Science يعني معنا برانفورد الإنجليزي اللي موجود في البريمير ليج بقاله دلوقتي سنتين وبيقادي أداء كبير جدا برانفورد كان عندهم سيستم وهما بيشتروا كل اللعيبة من وقت لما كانوا في الشامبينشيب والدرجات الأدنى في إنجلترا أنهما بيشتروا اللعيبة بناء على الإحصائيات بتاعتهم على سكاوتينج تيم شغال على تحليل الأداء وتحليل الأرقام بتاعت اللعيبة قدروا أن هما يكونوا فريق قوي جدا بنشوفه في البريمير ليج وبنشوفه بيفوز على الفرق كبيرة في البريمير ليج ففكرة الانتقال لميتلند دي مرحلة أولية ممكن تكون بالنسبة لإمام عشور لتفتح له بعد كده مجال أنه لو طور الأداء بتاعه تحت ناس درسين الموضوع ده يعني مالك برينفرد وميتلند ده راجل دكتور في علم تحليل الأرقام والفيزياء فبالتالي ده هيبقى فرصة كبيرة جدا لتطوير مسيرة إمام عشور في حال اتمام الصفقة فهي الصفقة على عكس ممكن ما أشيع يعني أن الصفقة ليها أبعاد تانية لا هي الصفقة بناء على أرقام لإمام عشور الناس دي متفرجين والناس دي عارفة بتعمل إيه والزمالك يقدر يستفيد ما بعد بيع إمام عشور في إعادة البيع مستقبلا والاستثمار فيه واستكمالا للنقطة دي يعني تعرف كريم أنا عندي قصص كتير في قصة السكاوت على لعيبة في مختلف رمضية العالم يعني النادي متلا دايما من الأندية اللي بيظهر قدام لعيبتهم في السكاوت إنه هما دايما عينهم كويسة في اختيار اللعيبة فده شيء مهم جدا رقم اتنين وهو اللي يهم إمام عشور إن إمام عشور من اللعيبة اللي دايما بتظهر لأي حد بيعمل السكاوت على مستوى العالم مش بس على مستوى مصر أو قارة أفريقيا من اللعيبة اللي بيظهروا بشكل مميز ودايما يطمعوا أي سكاوتر في أي مكان في العالم إنه لأ ده لعيب مميز محتاج تكون عينك عليه فإحنا بنتكلم عن نادي بيعتمد على الداتا بشكل كويس مع لعيب أرقامه دايما كانت تشجع أي حد مهتم بالداتا إنه هو يبص عليه ويتابع بشكل أكبر مش بشكل كمان إنه هو لعيب دولي طبعا لعب مع المنتخب الأول ولعب كمان مع المنتخب الأول هاي الجدد